خلينا نبدأ فقراتنا مع الصحف العالمية لنشوف الصحف العالمية كتبت ايه على الشامينز ليج من خلال المحترف تعالوا مع حضراتكم ونبدأ بالصحف الاسبانية تحديدا جريدة ماركا الاسبانية اللي ركزت على فوز ريال مادريد امام انتر ميلا 1-0 في المباراة القوية جدا في مجموعة قوية جدا لكن قدر ريال مادريد يفوز على الانتر على في عقر داره 1-0 كمان يعني ريال مادريد زي ما بنقول يعني كمان علقت على تعادل طبعا اتليتكو مادريد سلبيا امام بورتو البرتغالي وكتبت اتليتكو مادريد يجعل الامر معقدا الصحيفة كمان اهتمت بلقاءات الاندية الاسبانية في الدوري الاوروبيان وفين ريال سوسيداد وريال بيتيس مع سلتيك اهتمت كمان بتصرحات اخوان لابورتا زي ما اتكلمنا بعد خسارة بارشلونة امام البايرون 3-0 وكتبت اخوان لابورتا جماهير بارشلونة انا غاضب مثلكم صحيفة السبورت الاسبانية ركزت على الاجواء الاجواء في بارشلونة يمكن بعد الخسارة من باير مونيخ وتصرحات لابورتا الاكد يعني سقطه في كومان وكتب الهدوء يعني التوتر طبعا هو يسود الاجواء دلوقتي ولكن هو بيتكلم او لابورتا بيقول خلينا هديين خلينا هديين لان الامور اكيد الامور صعبة ولكن هو بيطالب الجماهير بالهدوء كمان خلينا نتحدث عن كمان وتحدثت الجريدة كمان عن تعادل طبعا باريس سانجرمان المرشح الاول للحصول على هذه البطولة بيتعادل امام كلوب بروج البلجيكي واحد واحد طبعا كتبت هذه الجريدة السلاسي الهجومي لباريس سانجرمان بتتكلم على مبابي بتتكلم على نيمار وعلى طبعا ليول ميسي ويتعادل بشكل طبعا غريب جدا واحد واحد مع بطل بلجيكا صحيفة كمان اهتمت بفوز ريال مدريد على انتر ميلان واحد سفر وتعادل اتليتكو مدريد مع بورتو بالتعادل السلبي سفر سفر وكتبت يعني كورتوا كورتوا بينقذ طبعا الريال ويعني بيصمم ان اتليتكو مدريد بتحطم يعني تحطم على جدال بورتو اتليتكو مدريد كان مرشح كمان الفوز على بورتو ولكن خلينا نكلم كل امانة بورتو بورتو فريق مش سهل يمكن تعادل امبارح مع اتليتكو مدريد بيدي علامة ان بورتو يمكن اه فريق يمكن من الدور البرتغالي مش طبعا في قوة الريال مش في قوة اتليتكو مدريد لكن امبارح اثبت ان هو فريق عنيد جدا واعتقد هنشوف مجموعة مشتعل نروح لفرنسا مع جريدة لكيب الفرنسية تحديدا اللي ركزت على طبعا تعادل زي ما بقول لحضراتكو تعادل باريس سان جيرمان واحد امام كلوب بروش وفوز مين سيتي على ليبسيك بمتيجة كبيرة جدا ستة تلاتة مع هاتريك طبعا للمهاجم نكونو في دوري ابطال اوروبا وكتبت اشباح وانجلترا بدون قيمة لنكونو كما تحدثت عن لقاءات الاندية الفرنسية في الدوري الاوروبي وكتبت لقاء لوكوموتيفو موسكو مع اولومبيك مارسيليا وطبعا الرغبة في قيادة قطار كبير عن لقاء جلاسكو ورينجرس امام اولومبيك ليون في لقاء كبير كاريرد لسبورت كمان الايطالية نروح لها وتحديدا بتتكلم او بتركز على اكيد هزيمة انتر ميلا امام ريال مدريد واحد سفر فيه الدقائق الاخيرة وهزيمة كمان الميلا امام ليبر بول بنتيجة تلاتة اتنين في دوري المجموعات بدوري ابطال اوروبا وكتبت ميلا وانتر ميلا هزيمة مزدوجة طبعا الميلا وعاصمة يلا العاصمة ميلا على حساب طبعا انتر وعلى حساب الميلا هزيمة مزدوجة في الميلا الصحيفة كمان اهتمت بتعادل باريس سان جرمان مع خلوب بروز واحد واحد بالرغم طبعا زي ما بنتكلم ان وجود السلاسي ميسي نيمار امكابي وكتبت يلاها من خيبة امل في نجوم باريس سان جرمان لسه في ايطاليا مع توتو سبورت اللي كتبت وركزت على خسارة الانتر امام ريال مدريد واحد سفر من طبعا في سانسيرو وهزيمة الميلا في طبعا الشاملزليج امام ليبر بول بنتيجة تلاتة اتنين وكتبت كبرياء ميلا ورودريجو يجعل ريال مدريد يتنفس في الدقائق الاخيرة كمان تحدثت عن يوفينتوس بعد الفوز في مالدو ثلاثة السفر بدوري الابطال وكتبت نقطة تحول لليوبينتوس الصحيفة كمان اهتمت باللقاء الاندية الايطالية روما و لاتسيو و نابولي في دوري المجموعات للدوري الاوروبي ومسابقة المؤتمر الاوروبا وكان كان فيه رسالة شكري من طبعا بالليل لعشاقه بعد خروجه طبعا من المستشفى زي ما بقول لحضراتكو اهتمام كبير جدا بالشامزليج كل الصحف العالمية مهتمة لسه مع حضراتكو هنا في المحترف هنبص ونشوف طبعا المجموعات هناخد طبعا مجموعات كبيرة جدا ويعني فيه مفاجئات انتظر مفاجئات يمكن المتابعة شامزليج عارف بنتكلم على ايه لك